سيدة المشاهدين كل شوية نلاقي كارسة يعني فيها جملة كلمة في النص دار الايتام دار الايتام اللي تبع الجمعيات الاهلية اخرها مثلا انا كيفونك سايلوند اخرها مثلا كارسة سمعنا عنها في دار اسمها دار عباد الرحمن يعني انا لما شفت الفيديو انا بصراحة قلبي وجعني يعني شفت فيها في واحد اسمه حسن هو معينا النهاردة ان شاء الله ولما عرفت قصته بجد قلبي وجعني قلت لهم في فريق الاعداد زميلي قلت لهم انا عايزة عمل موضوع ده النهاردة لان انا شفته النهاردة الدار دي في منطقة 6 اكتوبر وكارسة حقيقية اللي بقى هقول لكم اول حاجة الولاد ترابه على مدار سنين في الجمعية دي لا يعرفوا اب ولا ليهم ام ولا ليهم حد في الدنيا غير هذه الجمعية فجأة بقى ادارة الجمعية اتغيرت والادارة الجديدة عايزة تطفش الولاد دول وخد عندك بقى الولاد دول ما عندهمش اصلا سرير لانهم الادارة خدت السرير بنايموا مع الارض الولاد دول بقى لهم 3 سنين ما عندهمش اكل لانهم منعوا عنهم الاكل بيأكلوا منين من احسان وعطف الاهالي اللي موجودة في المنطقة اللي بيعني بيساهموا يعني اهل خير بيساهموا مع الاولاد ويأكلوهم مرة جابوا للولاد الادارة الجديدة بلطاجية بحجة انتوا كبرتوا امشوا بقى والجيران وقفت جنبهم اتصلوا بالشرطة اللي تدخلت هنتكلم معهم دلوقتي وهو عرف هما في الضربة قالهم قد ايه وهم دلوقتي عندهم قد ايه وقصة الموضوع ايه وحرحها بالاول بالاستاذ مصطفى عادل مؤسس مبادرة اولاد من حياتنا اهلا بيك استاذ مصطفى اهلا نصح واللي وجع قلبي النهاردة حسن ماهلك لا ابتسم انا عايزك تبتسم النهاردة فيش حزن ابدا فيش الله ومعايا كمان اسلام ابراهيم ومعايا مصطفى علي وحسن اسمه حسن ابراهيم منورنا انا حسن يعني حعرف الموضوع من الاستاذ مصطفى الاول قولي ايه الموضوع ويهي حكاية الجمعية دي مابدايا بس عايزة فاهم السادة المشاهدين انه الجمعية دي مش تبع الشؤون الاجتماعية مش تبع وزارة التضامن الجمعية دي مش الدار دي مش تبع اه يعني وزارة التضامن دي جمعية اهلية فعشان كده انا قررت ان انا قابلهم عشان احاول ان نشوف حل لو كانت التضامن يعني هم تبعها كنا نشدناها بس التضامن بقى ليهم حق انهم هنشرفوا عليهم بس نعرف الحكاية الاول تفضل ايه استاذ مصطفى والله هي القصة بدأت اول مجالنا استغاثة اه على الصفحة بتاعة المبادرة اه من احد الجرين الاستاذ مهند قال يا جماعة في دار قدامنا او في مبنى قدامنا الوضع بتاعه في 35 فرد الناس دي قعدة بدون رقابة بدون اشراف اه حالتهم صعبة جدا مفيش اكل مفيش مفيش حاجة يعودوا عليها ما بيناموا على بلاط طبعا كانت حاجة صعبة يعني احنا عاملين مبادرة هدفها لدعم الترابط الاسري وحل مشكلات مجتمعية كنوع كده وليها ادوار في التوعية كتير فعملنا على طول غرفة عمليات استاذ خالد شعبان والاستاذ مصطفى بيحكي استاذ المشاهدين ده حالة دار بس بالزبط الكاميرا وصورت رحنا فعلا صورنا حضرتك لقينا المطبخ مهجور تماما الحلل بالمنظر ده اكل في احوات بقاله سنين حالة صعبة حالة كانت يعني الموضوع كان اكبر بكتير من الشكل اللي اتنقل لنا على الصفحة بتاعت المبادرة فعملنا عملنا غرفة عمليات سريعة كده ايه الحاجة اللي ممكن نساعد بها الناس دي وازاي نقدر يعني نشوف الوضع ايه فكان الاتفاق لا احنا لازم ننزل زيارة ميدانية ونشوف ايه الوضع بتاع الشباب دي على الطبيعة فطبعا لما نزلنا المنظر اللي حضرتك شايفا قدامك ده كرسة ناس نايمة فوسط يعني ده ايه اللي في الارض دم لا 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 السقف بينزل مية لا ده صلصة يا دم صلصة لا 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 سنين سنين عفن عفن على الارض بقاله سنين الريحة كانت طاقة طاقة طب معلش بس انتوا عايشين في المكان ده منظفتوهش ليه ده المفروض المطلخ اللي كانوا بيأكلوا فيه في الدور الارضي فهم ما بقاش في حد يطبخ ما فيش اكل حتى البتجازات والحاجات اللي كانوا بيطبخوا عليها ما بقتش موجودة بقى مهجور الشايف حضيك السقف واقع عليهم الحمامات بايزة ما عندهمش الوعي الكافي ان هم يفهموا ان السباكة دي ممكن تضمر ممكن تخلي البيت كله ينهار اللي هم عاديين فيه يقع عليهم بالضبط ما عندهمش الوعي ده دخلنا شفنا المنظر مأساوي فكان لازم ان احنا لأ احنا هنطلع يا جماعة بلايف ولازم نحكي قصة الناس دي لازم نوصل صوت الناس دي نحاول نساعدهم بالطرق اللي نقدر عليها احنا كمبادرة مبادرة عمل اجتماعي فكل اللي عملناه ان احنا قدرنا نحاول نوصل صوتهم لان احنا لا لنا دخل بكل شغلنا بيبقى عن طريق المساعدات مساعدات الداخلية من احنا الاعضاء يعني لابنقبل تبرعات من حد ولا اي حاجة احنا عمل مجتمعي 100% اه فشفنا الوضع بتاعهم بدأنا بالمنظر التحت كم واحد في الدوردين 35 35 عايشين في هذه المأساة للأسف طيب انا عايز اسمع من اصحاب الحكاية حسن انت بقى لك قد ايه في الدور دي من زغري من وانت صغير طلط في الدور وانت عندك كم سنة دلوقتي عشرين يعني بقى لك عشرين سنة في الدور وانت يا اسلام عشرين من وانت صغير برضو وانت يا مصطفى عشرين برضو عشرين مين يا اللي بيدير الدور دي كان قبل ما تيجي لإدارة الجديدة يا حسن اللي كان بيدرها السزنة دي نادية اه دي جمعية ولا ايه بالزغط جمعية وكانت هي اللي بتصرف واللي بتتبعك وبتوفر لك كل حاجة ايوه حضرتك بتتبعنا بس جي وقت طلعتنا كلنا برة تمام وثبت عشرة بس اللي في الدور وقفلت دورين التانيين ما عليش اسمها ايه الجمعية دي محبة الرحمن محبة الرحمن لا لا الجمعية اللي هي فيها الاستاذة نادية دي ايوه اسمها ضمن اه يعني جمعية عبادة الرحمن دي مسجلة واستاذة نادية دي هي اللي بتدير باسم التسجيل الاسم ده تحت اسمه بتدير الدور طيب اه افهم حوليك حاجة الاول اه اه الدور في الاول كانت اسمها ضر الوفاء كان اسمها ضر الوفاء لحد 2009 تمام اه من 2009 لحد 2020 هي قبل ما تيجي الدور كانت عامل جماعة صغيرة اسمها وحبة الرحمن فلما جات الدور سمت الجماعة على اسم الدور سنة كم جات الدور لستاذة نادية 2009-2010 في الحدود دي فمن ساعة اسمها وحبة الرحمن اه قفلت الطبرات اوما جت قفلت الطبرات قلت انا كافلة ان انا كافل ابرع بفلوسي مش محتاجة التبرعات على كلامه ومعليش ثانية واحدة وانتوا تأكدتوا انها ما تاخدش التبرعات احنا اوه لكنا صغيرين لسه لكنا بقى صغيرين بقى موظفة اللي هو ايه يا دوب مثلا ايه قضينا الكلام ده اه يعني هي كت بتقولكوا ان هي اللي بتصرف عليكم اه اه وطول الوقت في الدار بتشوفوها لا يعني لا هي كانت بكيرها السابع 9 الصبح اخيرها 4 العصر اه كبير 4 عصر 3 ايام 4 ايام في النسبوع ومفيش حد معها كان فيهم مشرفين اتماعها بقى لها انهم الجمعية كانت معها الجمعية الليها جاية بيهم الموظفين الموظفين بتاعها اسمعها ايه بالكامل نادية زكي القراني نادية زكي القراني القراني الوضع المقسوي بقى ده اللي احنا شايفينه بدأ امتى من ساعة مية سابت من 2020 بالزبط سابت ازاي ايه الطريقة اللي سابت بيها اقول لها حضرتك اه بس ده كان امتى سنة كم 2017 2020 اه اوكي يعني هي من 2009 ل2020 معاكم اه وانتو كلكو سنة واحد لا في اصغر من الان 16 سنة ده الوقت الواحد و дома وفي اصغر من 16 لا اصغر واحد 16 طاعم اكبر واحد اتنين وعيشة يعني مفيش اطفال انتو بس Idb موسيقى